في الحوار الوطني الدائر الآن عبارة عن محاور من بين هذه المحاور محور مهم وهو المحور المجتمعي الخاص بالمجتمع وقضايا ومشاكله ضيفي هو مقرر الحوار المجتمع لكنه أيضا يعني مش ديه اللقطة الوحيدة اللي في حاته هو وزير الشباب والرياضة عضو مجلس إدارة نادي الصيد على مدار سنوات طويلة مشتبك مع الشأ العام لكن تفاجأ وهو صديقي على الفيسبوك أنه هو كمان نقد فني أنا بعض أقرأ له حاجات بس تمتع بها على الفيسبوك ضيفي الليلة هو الصديق العزيز دكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق ومقرر الحوار المجتمعي في الحوار الوطني أهلا بحضرتك أهلا بيك محمد بيه متشكرا على المقدمة الجميلة دي وإن كنت أنا مهندس بس مش دكتور يعني مهندس طيب ماذا يدفعنا إلى فكرة الألقاب طالما انت حالتك في الحوار المجتمعي إحنا شعب الألقاب مطلقة على عواهنا صح يعني يعني ما فيهاش التوصيف يعني بس عايز أخذ حضرتك على المساحة اللي أنا بستمتع بيها لما حضرتك بتكتب نقد فني أو مش نقد أقرب إلى وصف أو توصيف لكلاسيكيات في السينما المصرية وأنا لما أقرى البست أرجع للإسم يا طرى ده مع حفظ الألقاب خالد عبد العزيز يعني وإيه اللي دخلوا في السكة دي يا أخوان يعني لقيت ليك اهتمام تاني الاهتمام ده جمين أولا طبعا لازم أقول أن أنا مش دارس الكلام ده وده يعني مش راجل أكاديمي والحاجة يعني أنا مجرد متابع بس بحب جدا الأفلام الأبيض والسود والأفلام القديمة بتاعت الزمن الجميل ويمكن هتلاقي كل الحاجات اللي كنت بكتبة عمري ما كتبت حاجة على الأفلام الملونة يعني عموما يعني أقول له أبيض وصوى أقول له الأفلام القديمة الأبيض وصوى لكن طبعا بحكم عمل الوالد فكان الواحد وهو سنه صغير يمكن في عايز أشير هنا لأن والد مهندس خالد عبد العزيز هو محمود عبد العزيز وهو كان يعني مديرا لتحرير صحيفة الأهرام العريقة وهنعرض لده في أثناء الحوار فكان بظروف العمل وكانش زمان بقى فيه لسه الإيميل والفاكس والحاجات دي كلها فكان بيجي لنا مجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين وكده اللي هم بي بأن المقالاتهم بتنشر في صحيفة الأهرام وكان في ذلك الوقت المرور صعب جدا في منطقة الشرع الجلاء وكانش لسه كبري أكتوبر اتعمل فكانوا يفضلوا ييجوا الوالدي الصبح مثلا يعودوا يشربوا معا في إنجاء القهوة ويسلموا المقالات والحاجات دي فكنت ممكن أصحى الصبح لأي مثلا إحسان عبد القدوس عندنا في البيت يعني زاكي نجيب محمود عندنا يعني دكتور ميلاد حنة فكلهم ناس فأنا طبعا الواحد كان لسه يعني في أعدادي وسنوي فلما شوف مثلا الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس عندنا وبعدين بالليل أجا تفرج على فيلم لاقي قصة إحسان عبد القدوس إيه ده الرجل ده كان عندنا الصبح فابتدى الواحد يهتم شوي ويحاول يعرف الفروق ما بينهم وده إيه وده إيه فده اللي كانت البداية يعني فعندين ما بتد بقى تفرج على الأفلامهم واشوف بقيت يعني أخد بالي شوي هو ده إيه فكرته ده إيه الطريقة بتاعته إيه ده الحاجة اللي بيحبها وإيد الحاجة اللي بينبخ فيها وهكذا بس فلما الواحد بقى خرج من الوزارة وبقى خلاص يعني قعد في البيت عنده وقت فبيتجي له ساعات يعني يتفرج على فيلم كده وطبعا بقى بشوية الخبرة اللي الواحد اكتسابها بيشوف نظرة يعني أو بياخد خط للفيلم كده تحسنه بعيد أو يعني ما كنت بتفرج عليه زمان أو بالطريقة الزمانية فأكتب يعني انطبعات يعني وسليع معجبين فلاقيت ناسها يعني مبسوطة بالفكرة أنك بتبص في حاجة تانية خالص غير اللي الواحد كان بيتفرج عليها في الفيلم أو بيشوفها بطريقة أخرى يعني من الواحد من كتر ما تعرض لمثقفين والفنانين ومخرجين بيحاول يستنتل شوية حاجات كده يمكن تكون كل الناس شافتها بس ما خدتش بالها منها أو ملحظتهاش لكن لو ركزت ممكن تلاقيها وتلاقيها حاجة لطيفة أنها تتتنبعها مع الفيلم يعني العمل العام خد منك كتير؟ يعني وقته؟ طبعا خد مني وقت كتير وخد مني مجود كتير أنا يمكن من سنة أوائل التسعينات يعني حوالي 30 سنة دلوقتي بشتغل في عمل العام وعمل العام صعب اللي هو أي اللي هو أي أنا من أوائل التسعينات دخلت في أضوية مجلس إدارة التحاد والتحاد لعبة فردية اللي هو تحاد تنس فبقيت متعايش مع كل لعيبة التنس من أول سن 12 سنة لغاية الرجال والسيدات والأسر بتاعتهم وأولياء الأمور وده عنده مشكلة وده ابنه مسافر وده تظلم في ماتش وده حكم فكنت عايش القصة ديت عادت سنين إن كنست سنين في القصة ديت وبعدين في وسطها على طول رحت متقدم لنادي الصيد فبقيت عضو ماكس طرف نادي الصيد فبقيت الاسكوب أوسع شوية والعلعاب متعددة والعائلات كتيرة ومش بس بتتكلم في حاجة متخصصة لأ أنت ممكن تتكلم في حمام سباحة ممكن تتكلم في أفلام السينما ممكن تتكلم في مستوى المطاعم اللي موجود في النادي فبقيت الفكرة أكتر شوية في وسط الكلام ده وأنا في مجلس إدارة نادي الصيد توليت بطولة الأهم الأفريقية كمدير تنفيذ الكأس الأهم الأفريقية في 2006 اللي أقيمت في مصر واللي خدنا البطولة واللي خدنا البطولة وكان فيه اهتمام رئاسي فيها وكانت زخم وكان أول مرة الاستاد يظهر بالشكل ده الأسر والأعلام عادة الأسر المصرية للحضور ومسك العزين وخصوصا أن الاستاد كان قابليها يمكن تلات سنوات مغلق تماما يعني اتفتح مع البطولة يعني فكانت بهجة العودة إلى الاستاد وبهجة أولياء الأمور ويمكن أول مرة نشوف سيدات بتلون وشها وبتمسك أعلم يلبس وعلم مصر فكانت شكل جديد للمدرجات المصرية في 2006 ونفس الحكاية في 2009 عملناها في كاس العلم للشباب وبعدين كل ده وأنا أقضوا مجسدارة في نادي الصيد يعني عمل عام كبير ثم 2011 لما حصلت ثورة يناير أول رئيس مجلس قومي للشباب جي بعد الثورة كنت أنا وعدت يعني حوالي سنة وبعدين لما جمع الإخوان مشوني وبعدين لما جات ثاني ثورة 30 يونيو ورجعت ثاني وزير شباب ثم نضم وزارة الشباب برياضة لغاية نصف 2018 فتقدر تعتبر حضرتك يعني من 92 أو 91 لغاية 2018 حوالي 27 سنة عايش يوميا في العمل العام في وسط الأسر والمجتمع والمشاكل الشخصية وعليك إنك تتفاعل وترده وأنا من الناس اللي كنت أخد هذه المهمة يعني وقدها على عتقي لإني بقول طالما تقدمت للترشيح في حتة يبقى تستحمل العمل العام يعني ما يفعش تتقدم نفسك وتبقى مرشح والناس تنزل تنتخبك وتديك أصواتها وبعدين يجي حد يكلمك في تيفون تقوله بس أنا مش فاضي ولا أنا مش يعني خلاص أنت منزعج من هذا العمل ما ترشحش وما تقدمش نفسك كمرشح لما ترشحت وناس نزلت وقفت طوابير عشان تنتخبك وأنا في المرات كنت بطلع الأول وكنت بطلع الأول بفارق كبير فكنت بحيث دي ثقة إدها لي الناس ويمكن حزيع أول مرة يمكن حتى أسرتي ما تعرفش حقول لحضرتك ده وإحنا بننظم كأس الأمم الأفريقية في 2006 وتاني يوم أو تالت يوم البطولة بالزبط يعني طلقيت اتصال من مسؤول كبير أوي في البلد في ذلك الوقت في 2006 وقال لي إحنا مختارين نكتب المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة وأنا الحقيقة ما كنتش عمري اشتغلت في الحكومة أنا طول عمري بيشتغل الخاص يعني فحسيت مسؤول كبير وبتكلمني بنفسه وعايزني المدير التنفيذي للمجلس قومي للرياضة وأنا يعني ما تربيتش في العمل الحكومي يعني فقلتها فنم ده دي شهادة كبيرة جدا لكن أنا في وسط البطولة وبقال لي سنتين تعبان جدا في التنظيم فما ليش أديني فرصة البطولة تخلص وأريح شوية كده بعد البطولة وتحت أمرك فالبطولة خلصت في فبراير وبعدين في آخر مارس تصل بيها تاني وقال لي خلاص بقى احنا ديناك حوالي شهر راحة هيتصلوا بيك دلوقتي في المجلس القومي للرياضة وعشان تتولى العمل فوري ففعلا هيتصلوا بيك نفس اليوم وحطوا لي تلات شروط علشان أجي تاني يوم يعني شرط أن أسيب الشركة اللي أنا فتحها والشرط التاني أن أنا أسيب مجلس إدارتنا للصيد والشرط التالت أن أنا إجمالي للمرتب اللي هاخده مبلغ كذا مبلغ قليل مبلغ قليل وخصوصا أنا في ذلك الوقت ولديني كانوا في الجامعة الأمريكية فالمبلغ اللي يدو لو جمعته طول السنة ما يغطيش فقلت له دي يمكن ممكن تصرف في المراد هاخد من أموال مراد يعني هتصرف الشركة ممكن تتقفل شوية وترجع لا 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 أتعدي دي كده هاخد من أموال مراتي أنت مجاوز حدي ممكن يسلف لا يسلف ماشي ماشي سلفني بمبلغ يعني لكن يعني ممكن تساعدني قصد زوجتك يعني زوجتي تساعدني اه تساعدني لأن هي مهندسة تقول لها حاجة كويسة دعوة إلى كل الزوجات لا إحنا يعني ساعدوا أزواجكم إحنا زمايل أنا وزوجتي بالنفس الكلية والنفس فيعني مع بعض من أول ما تزوجنا وممكن يعني مرتبها على مرتبي بنساعد بعض فدي حتبقى فترة موقعتة ماشي حنتصرف يعني لكن اللي أنا مش عارف أعمله هروح أقول للناس إيه تنادي الصيد والله ما عليش أنت نزلت انت خبتوني وطلعتوني الأول بس أول ما واحد قال لي تعال سيبي الزرح طب أنت كنت نرشح نفسك لي أول فقلت له لا لو ده شرط أساسي أنا واعتذرت فعلا وما جاتش القصة دي ثم ما روحتش للوزارة وتشاء الظروف بقى أن أنا أعود مرة أخرى بعد كم سنة الملاحظ أن عدد كبير من اللي بيمرسوا العمل التنفيذي بيبقوا أقرب إلى ما يسمى طبقة التكنقراط يعني تنفيذين لكن تغيب عنهم الصبغة السياسية لكن خالد عبد العزيز مارس مهامه الوظيفية في أكثر من موقع بحس السياسي وأنا عايز أسألك هو أنت حرجت الحس السياسي ده منين يعني اللي هو السياسة اللي بتزبغ بيها قرار ردك ما شفتكش عضو فاعل في أحزاب وأنشطة سياسية برضو بكل صراحة بكل أمانة ما فيش حاجة يعني أنا لما نجحت قوي كده طولة يعني بفضل الله في كاس الأمم الأفريقية وكاس العالم للشباب تواصلوا معايا وأنا كنت عمر بكت عضو أحزاب فتواصلوا معايا في الحزب الوطني وقالوا لي وإحنا عايزينك تبقى أمين الشباب في العاصمة وأنا حتى قلتها يعني برضو قلت لهم يعني أنا سنة كبر أنا كنتت ساعد حاجة وأربعين سنة فقالت لهم حاجة وأربعين سنة وأمين شباب للعاصمة مش فقالوا لي يعني دي حاجة مؤقتة لأن أمين الشباب الحالي تم تساعده أمين شباب الجمهورية فدي حاجة مؤقتة سنة أو سنتين وبعد كده ممكن تتصعد لحاجة كبيرة في الحزب ونصحني ناس كتير يعني أنك ملاش ترفض لأنك رفضت قبل كده المجلس قومة الرياضة وبعدها ترفض لها هيبقى معنى بقى أنك مش عايز تشتغل وكده فقعدت بس فترة لا تزيد عن كم شهر يعني فبرضه شفت في الكم شهر دول شوية من الكواليس سياسية وطبعا أنا بحكم عملي في الاتحاد التنس والنادي الصيد عشت فترات كتيرة ومواجهات في البرلمان وبعدين سنتين ثلاثة كمان وأنا بنظم 2006 و2009 يعني قدرت طول حردك من 2004 إلى 2010 كنت تقريبا إسبوعيا في البرلمان بيسألونا عملتوا إيه التجهيزات إيه وأعضاء تزعق لنا وأعضاء تشكر فينا وأحزاب تيجي تهاجمنا وأحزاب كذا وناس تستدعينا للمسألة وهكذا فالواحد شافه على مدار ست سنين عمل سياسي عمل سياسي بعد الثورة على طول كان فيه بقى عدد كبير جدا من الأحزاب تتذكر حضرتك بعد ثورة 2011 مصر كل يوم مكان الترخيص بالاختار الترخيص بالاختار فتعرض علي الحقيقة يعني أحزاب كتير جدا وأنا كنت قابليها بقى يعني معروف شوية من البطولة الأمة الأفريقية والمجلس القومي للشباب حتى بعد ما سبته كده فالحقيقة أنا انضميت لكذا حزب الأول حزب صغير وبعدين تاني قالوا لي لا تعالي احنا هنجمع ونعمل حزب أكبر بس ده برضو كل الكلام ده ما عادش يمكن ثلاث أربع شهور لإني استدعوني في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإدارة بطولات في أفريقيا في موزنبيق وفي الجزائر وكان ساعتها يعني المقابل مغري لأنه كانوا بيدفعوا بالدولار والظروف الاقتصادية في مصر ما كانتش في أحسن ظروفها في 2012 و2013 والعمل الخاص ما كان والعمل الخاص ما كانش كويس كانت الظروف صعبة جدا كنت عارب الجان الشعبية بقى نفق قدام البيت في الجان الشعبية وفي حظر التجوّف فطر الله الله هاد يعود بالظبط الله لا يعودها يعني فكان لما بيجي لي فرصة وانا مثلا أسافر لمدة شهره وهناك بيحسبوك في الشهر كويس بمبلغ كويس بالدولار فكنت بسافر فسبت كل العمل السياسي ده وسافرت يعني كنت بسافر مثلا خدت 3 بطولات في 6-7 شهر كل بطولة شهر يعني ويدوبك على ما رجعت شهر ولا شهرين وبقت 36 موجودة كنت مرشح أو مش مرشح يعني كنت متعين في كأس العالم تحت 17 سنة في الإمارات في شهر أكتوبر 2013 لكن اتعينت قابليها وزير الشباب في حكومة الدكتور حزمي ببلاوي في شهر يوليو 2013 فاعتزرت للفيفا استمرت 4 سنين وزير شباب 5 سنين وزير شباب و4 سنين وزير شباب ورياضة طيب في المقابل محمود عبد العزيز محمود الولد الراحل علي رحمة الله كان مدير تحرير الأهرام لما نطلع في بيت أبويا مدير تحرير الأهرام يعني ممكن الجينات تدفعني اللي أنا أنا أعمل بالصحافة ما فكرتش؟ فكرت جدا وبعدين أبويا مين؟ ده مدير تحرير الأهرام يعني أبويا مكنش يعني برضو عشان يكون كان الصحافة زمان فيها كذا حاجة فيه واحد كاتب وفيه واحد اللي هو المهني بتاع الصحافة بيسموه الصناية فوالدي كان من الناس اللي هي بتدير التحرير لكن مكانش كاتب معروف ويمكن الاسم عشان كان مش معروف يعني لكن كل الكتاب بتقول أهرام كان واحد بيشوفهم وبتعامل معهم ويمكن برضو كان والدي بيشجعني على الكتابة وأنا صغير فكانت موضوعات التعبير في الإعدادي وسنوي وكده كان يبص فيها ويقولي دي كذا والجملة دي انت عدتها كررت هنا يعني يعني كده بهدوء شديد يعني فكنت بحب الكتابة فلما جيت فولة سنوي قلت له أنا عايزة تخل أدبي أخل كلية اقتصاد علوم سياسية وأطلع رجل سياسة بقى يعني وسفير بقى وزير وكده يعني دي كانت الحاجة المتاحة في ذلك الوقت يعني اللي بيطلع فيها المتفوقين يعني فولدي كان ليه رأي الحقيقة قال لي بص أنا مش ضد أنك تبقى هاوي الأدب والفن وكده بس أنا بقولك المستقبل للعلم والتكنولوجيا فخليك هاوي لهذا الأمر ودرسه وشوفه لكن تعليمك وعلمك يبقى في التكنولوجيا لأنه ده مستقبل مستقبل رايح للعلم أكتر من الأدب والفن وكده يعني فده كان رأيه وقال لي ورده في الآخر اختار اللي انت عايزه يعني فأنا الحقيقة والدي الله يرحمه يعني كان من الناس الدمثة جدا وأنا أفتكر المقالة اللي كتبها الكاتب الكبير المرحوم دكتور يوسف إدريس في رساء والدي يوم حصلت الحادثة هو مات في حادثة مات في حادثة كان يوم الرئيس السادات في المعمورة استرحت المعمورة ويمكن تفتكر كان في ذلك الوقت في مشاكل مع ليبيا مع ليبيا آم وطلعت وليبي قالت حاجة وقدين طلعت طيارات مصرية ورجعت على طول الرئيس السادات كان في ذلك الوقت في المعمورة وعمل مؤتمر صحفي في المعمورة يشرح فيه الأسباب وملابسات هذا الأمر يعني فولدي كان مع علي الجمال علي حمد الجمال رئيس تحرير الأهرام الأسبق بالضبط رئيس تحرير وعد عليه الساعة 5 صباحا وطلعوا سوا عشان يحضروا المؤتمر لأنه كان التواجد في المعمورة 9 صباحا فأثناء عودتهم من طريق الصحراوي يعني توفى والدي وأصيب علي حمد الجمال في هذا الحادث وكان وراهم في العربية وراهم يوسف السباعي فهو كان ساعتها رئيس مجلس إدارة الأهرام حفظ الألقاب طبعا للجميع فولدي توفى ثم بعده بشهور علي حمد الجمال مات لا 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 بعده بشهور أختيل يوسف والدي توفى في شهر 6 شهر 2 أختيل يوسف السباعي شهر 9 توفى المرحوم علي الجمال فتولى الأستاذ عبدالله عبدالله رحمه رئيس المجلس رئيس مجلس دارة والأستاذ إبراهي النافع رئيس تحريف رئيس تحريف فبس يعني لكن دخلت كلية إيه؟ هندسة ساعة هيوس إدريس عمل مقالة شهيرة جدا اسمها لمن اخترعت كلمة الدمث الدم الدمث الدمث فكتب هيوس إدريس وأنا قرأت المقالة دي كان يعني بعد موالدي توفى بساعات وكان طبعا اسلوب الدكتوريس إدريس كبير وكان عن 18 سنة في حاجة ملك القصة القصيرة لكن الحقيقة صطفة مرة كان بعد كده يمكن في التسعينات في مارينة كان عنده شليل لطيف جدا ويمكن في قصة مشهورة أن الرئيس مبارك كان معه الرئيس حافظ الأسد وكانوا بيلفوا بالسيارة في المارينة بيوري له وده لما حافظ الأسد طلب يزور يوزور ورح وزاروا يوسف إدريس سوف قوت مصر النعمة لما تبقى كبيرة فزاروا يوسف إدريس في الشلية بتاعه هناك فبعديها أنا كنت في مارينة فمشيت في الحتة ديت عشان أشوف فين المكان بتاع يوسف إدريس فلاقيت وقعت في الجنين فاخدني من إيدي وقال لي تعالى دي جاي على سهوة لقيت المكتب جواه اللي بيكتب عليه هو قاصص المقالة ديت وحطتها تحت الإزاز كده زي ما بنعمل زمان وقال لي من كتر ما هي حلوة أنا كنت حطتها هنا لأنها كانت حقيقية كانت حقيقية وكاتبها من قلبه يعني ثم عمل كتاب كده يعني جمع فيه مجموعة من المقالات فحط فيها هذه المقالة وبعت لي الكتاب بعد كده عشان كده رعتز جدا بالدكتوريس في إدريس يعني رحي مع الله لكن خلاص اقتنعت بفكر الولد ومتبقى بالضبط صحفي لكن تبقى هوية تبقى هوية اللي بدأت تطلع في حاجات فنية دلوقتي على الفيسبوك وإن كانت زهرت متأخرة كان ممكن تشارك بالكتابة ولا العمل العام هيعط قيد عليك تكتب زمان تعالى العمل العام كان بيخليني أعمل حاجتين كنت بكتب بعض المقالات في جريد الجمهورية بس كانت تخص الرياضة معاش حاجة أدبية صفح الأخيرة على ما أشكر بالضبط لكن كل اللي كنت بعمله إن أنا كنت متواصل دايما مع الشباب على الفيسبوك أي حد بيهاجمني بيشكرني بأي حاجة برد عليه وبقول له الأسباب والحاجات دي كان فيه التواصل يعني على مواقع التواصل الاجتماعي العمل العام يفرض قيود كبيرة على صاحبه طبعا يمكن للغاية ما تبطلوا كمانا يعني أنا حتى الآن يعني ما خلاكش تقول مثلا رأيك بشكل مطلب خالص وللغاية دلوقتي يعني أنا تحتفظ بأرأيك لنفسك أحتفظ بأرأيي لنفسي وبعدين برضو مهمة كان أنا أنا عشت في ست سنين من أدق ست سنوات يمكن في تاريخ مصر في العصر الحديث صحيح عضو مجلس وزراء في فترة صعبة وكنت في فترة من الفترات موضوع الشباب ده يمكن موضوع الأهم في السياسة الشارع كله كان فيه حالة من الغليان يعني في 2011 و12 و13 فكنت قريب من مراكز صنع القرار يعني فالواحد طبعا عنده أسرار وعنده وشاف مواقف كبيرة وكل حاجة لكن طبعا محتفظ بيها وما يقدرش يعمل فيه أي حاجة وسعيد أن أنا يعني عشت هذه الفترة السياسية الصعبة اللي خدتك ليه الحوار الوطني كنتم مش عاري أنا آسف في الجملة بس هل كنتم منتعش أنك تبقى يتم اختيارك وعضو مجلس أمانية للحوار الوطني ومقرر الحوار المجتمع مثلا 100% خالص انتهجت جدا يعني انتهجت جدا انتهجت على الساس أنك تركت الوزارة أنا اتركت الوزارة وعادت فترة بعيد وما كانش فيه تواصل أوي غير في يمكن في بعض الحاجات الرسمية عاز حد يعني ما كانش فيه والواحد دايما لما بيخرج بيعود بعيد يترك الأمر يعني بشكله آخر ثم الحقيقة فجئت برسالة على التليفون من الدكتورة راشة راغب مدير الأكديمية الوطنية للتدريف بتقول لي يعني انت ما دعو للحوار الوطني وهذه الرسالة وصلت لعدد كبير قوي من الناس مش حد معين يعني وبعد هذه الرسالة يمكن بـ 48 ساعة اتصل بي الأستاذ الدقيق رشوان صال بقى مش رسالة يعني وقال لي المنصق العام له الحوار الوطني وقال لي ان انت ان شاء الله هتبقى معانا في الحوار الوطني قلت له اه ما فعلا الدكتورة راشة بعتت لي زي دعوة كده فيعني لمح لي كده انه لقى ان يمكن يبقى فيه دور اكبر شوية من انك تيجي تحضر بس كده يعني لكن برد توقعت انه يبقى في التنظيم يعني بعدها بقى ممكن بشهر او شهرين او حاجة يعني عرفت انه تم اختياري بقى مقرر لمحور من المحاول وعضوا مجلس او هم انها لا انا مش عضوا مجلس او منها لا مش انها تلاتة تلاتة وزراء يعني كلهم اسعد ذات الي الدكتور عليا الدين هلال مقارن محور السياسي دكتور احمد جلال مقارر محور الاختصى وزير المالية او والأصبع وكان زميل في حكومة الدكتور الحازمه ببلاوي اول وزير مالية جيبا عن سابقيد والدكتور علي الدين هلال أنا أشتغلت وأنا أشتغل في الحاجاتي كان الدكتور علي الدين هلال هو وزير الشباب وزير الشباب وأنا فإحنا التلاتة محور سياسي محور الاقتصادي محور مجتمع محور المجتمع بيضم إيه مثلا يعني هتكلموا في كل أضاية قدس المجتمع لا هما محدد لنا ست لجان واضحة جدا التعليم والصحة والأسرة والتماسك المجتمعي قضاء الأسرة والأحوال الشخصية القضاء السكانية الثقافة والهوية الوطنية والشباب الرياضة ستة واضحين يعني كل واحد من دول لمقرر لجنة ومقرر مساعد لجنة وكلهم على أعلى مستوى من الخبرات والأكاديميين يعني مثلا أدي الحراكة مثلا احنا عندنا المحور الثقافة والهوية الوطنية مقرر لجنة الدكتور أحمد زايد مدير مكتب اسكندرية ومساعد مستاذ الأداب بجماعة القاهرة والمساعد الدكتور أحمد مجاهد اللي كان وكيل أول وزارة الثقافة نعم في المحور مثلا الأسرة والتماسك المجتمعي دكتورة نسرين بغداري دي كانت رئيس المركز البحوث الجنائية برئيس سابق البحوث الاجتماعية والجنائية موجود عندنا في المحور التعليم أستاذ دكتور جمال شيحة كان رئيس لجنة التعليم في البرلمان وأستاذ أمراد بطنة في المنصورة والمساعد الدكتور محمود أبن نصر وزير التربية والتعليم في حكومة الدكتور ببلاوي فأنا أصدق كل محور من المحور لها شخصيات اشتبكت مع هذا الملح بالضبط فعندها داتا والمعلومات حال في الحوار المجتمعي كمثال يعني لبقية المحور ممكن يعني إيه دعوة مسؤولين ييجوا يضيفوا لكم بيانات حديثة أو كده على مدار السنة اللي استقبلنا فيها كل الأراء والمقترحات والخطط كان يعني بعض الأشخاص والأحزاب والأكاديميين والخبراء بيرسلوا لكن كانت متاحكتين أي حاجة عايزينها من الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصائية كبيانات دقيقة إحصائية أو أي حاجة من مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء يبقى الحكومة تقدر تبعت لنا لله فإحنا استعاننا بكل هذه الأمور بحيث أن احنا نوفرها لأي حد جاي الحوار أو جاي ناقش موضوع قادي المعلومات وقادي البيانات قبل ما تبتدي تحط اقتراحك تقدر تدرس الحاجات دي بشكل جيد حركة مقرر بتشارك في كل الليجان دي بشارك في كل الليجان المحور المجتمعي اللي هي الستة اللي هي الستة وأنا معايا مساعد الدكتورة هانيا شلقامي هي أستاذ بكل جمع الأمريكية بالقاهرة وحرم نايب رئيس الوزراء وزير الساسمار الدكتور زياد بهدين السابق السابق لأنه ما فيش وزراء الساسمار حالي هانيا عمرو موسى اللي هي لا لا هانيا شلقامي لا آه آسف فإحنا بنتناوب يعني على أنا بقى في جلسة وفي جلسة لأنه احنا ساعات بيقى في نفس الوقت توقيت يعني لكن بحضر كل جلسات المحور المجتمعي كانت موجودة النهاردة أربع جلسات منهم جلستين يخصوا التعليم وجلستين يخصوا القضية السكانية وكانت جلسات مهمة جدا وقوية جدا يعني وبحضر بقى كمساعد أو مواطن أو مستمع ليه طبعا المحور السياسي لأنه أنا بحبه دكتور أليد دين هلالي دكتور أليد دين هلالي ولأ والأحزاب الحقيقة عاملة شغل كويس قوي وخصوصا اشتغلت شوية في موضوع القانون المحليات وقانون الانتخابات هل تتحبك كون مشارك في المحور السياسي؟ أحب كون مشارك في المحور السياسي، طبعا بس وجودك الى عمل وطني أو بضبط، وجودك يعني كأنك مشارك لك من حاجة تقول رأيك من حاجة تقول رأيك كفي المحور السياسي، لكن في المحور مكتبية يعني ما بقدرش أقول رأيك أنا منسق فقط وتنتهى بالتوصيات اللي هتشارك بالتوصيات اللي هتطلع طبعا كل واحد من اللجان هيحط توصيات بشكل أو آخر ترفع لمجلس الأمناء لأنه مجلس الأمناء برضو ينظر فيها نظرة أخرى وإذا كان له وجهة نظر تتقلق أن مجلس الأمناء بيمثل كل التيارات السياسية والأحزاب والإيديولوجيات ثم ترفع للسيد الرئيس بعد كده في توصيات واضحة يعني دعني أطلع فاصل القصير وبعد الفاصل نكمل مع ضيفي العزيز مهندس خليطة عبد العزيز مقرر أو المنصق العام للحوار المجتمعي مقررات الحوار الوطني التلاتة أو المحاول التلاتة يعني محور سياسي اقتصادي اجتماعي بيحدر فيها قامات كبيرة جدا بالمناسبة وتكتشف النموة يعني بنؤكد على أن مصر فعلا فيها قوة نعمة كتيرة في مختلف المجالات لمن يسمع ويريد يعني الدولة بتتفاعل ممثلة في شخص الرئيس لكن دعونا نجدل التحية بيضيفي العزيز مهندس خليطة عبد العزيز مقرر الحوار المجتمعي بالحوار الوطني بقدر التحية لحضرتك وهارجع تاني للحوار المجتمعي حرك بتشارك فيه الحوار السياسي كمستمع 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 لكن في الفاصل قلتلي لا في دعم من الدولة للحوار هو طبعا في دعم من الدولة يعني لوجستي طبعا أولا بشكل كبير أوي يعني حضرتك لما تلاقي مثلا المكان بتاع الهائة الوطنية للتدريب كله مجهز ومجموعة كبيرة من الشباب حتى كل الإمكانيات وصلاة الاجتماعات وكل حاجة ما كان يليق بشيء مهم زي الحوار الوطني لكن طبعا الدعم الرئاسي اللي حصل خلال ثلاث أسابيع أو الشهر اللي فات ده كله رفع على فترات متتالية مستوى الحوار ومستوى الاهتمام بالحوار فكانت أول حاجة موافقة الرئيس على التوصية بالإشراف القضائي الكامل على الجميع أنواع الانتخابات التي تتم في مصر في الفترة القادمة ثم بعدها على طول أن الرئيس إدى سبيتش وأنا رأيي أنها ما كانتش سبيتش بروتوكولية الكلمة اللي ألقاها الكلمة اللي ألقاها الرئيس في المسجلة اللي ألقاها الرئيس في الجلسة الافتاحية كانت الحقيقة واضحة وصريحة واضحة وإيه المطلوب من الحوار الوطني وإحنا في انتظار توصيات وستنفذ ويعني كانت كلمة يعني مجازة واضحة صريحة يعني للهدف مباشرة فطبعا دي حاجة يعني برضو مع أول جلسة رفعت الاهتمام بالحادث ثم أخيرا مساء أمس يعني السيد الرئيس وجه بأن في مشروع قانون للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الحكومة بتقدم مشروع هذا القانون للبرلمان ودي مؤسسة دستورية ودي مؤسسة دستورية فسيات الرئيس أمر بأن المشروع يروح برضو أيضا للحوار الوطني يدلوا برأيهم فيه قبل أن توجيه الحكومة إضافة جديدة إضافة جديدة طبعا والنهاردة في الجلسة كانت التعليم الصدفة النهاردة كمان كانت جلسة التعليم فالأستاذ ديقر أشوان المنصق العام للحوار الوطني أعلن أن احنا تسلمنا المشروع القانون فعلا وقال للسادة الحاضرين كلهم وكل الخبراء الموجودين أن احنا بنصور دلوقتي المشروع القانون حيتوزع لحضراتكم جميعا عشان كل واحد يقرأ على مهله ويشوف وجهة نظره فيه وستحدد جلسة خلال أيام القليلة القادمة لمناقشة هذا القانون وارسله مرة أخرى الحكومة من الملاحظات اللي حتبقى خارجة من الحوار الوطني ثم الحكومة ترى ما ترى ثم ترسله إلى البرلمان هل فيه توقيت معين للانتهاء من الحوار الوطني أو جزء على الآل اللي حركت بتديره الحوار المجتمعي أنا ما أعتقدش طبعا لأنه ما أعتقدش فيها وقت محدد لكن فيه وقت نقدر نقول عليه هو وقت حاكم أو وقت عام لكن محدد مثلا هنقلصوا الأسبوع كذا لا أعتقدش بس إيه الوقت الحاكم أنا أعتقد أن احنا يعني محكمين بانتخابات رئيسية لابد أن تتم في بداية العام القادم وتبقى للقارات الدستورية في 120 يوم قبلها تبدأ الإجراءات قبل يوم الانتخاب حوالي 120 كلم في 4 شهور من أول 6 يعني في ناير بالضبط احنا ممكن نتكلم وجهة نظري أو يعني مش وجهة نظري اللي أنا عارفه أنه يوم التصويت لازم يكون في الأسبوع الأخير مثلا من فبراير فانا ورجعنا 4 شهور تصويت في فبراير المفروض حسب ما أنا فاهم أو ما أنا متذكر أنا متذكر لأنه الانتخابات في 2018 تمت في شهر مارس واعتقد فيه فترة معمولة في حساب الدستور للتسليم والتسلم مدتها شهر فليبقى المفروض نرجع شهر اللي ورا يبقى في فبراير مثلا 120 يوم قبلها فبنتكلم في أكتوبر نوفمبر يعني بداية الإجراءات فأنا أعتقد يعني أن المفروض مفروض ده كلها مش معلومة ده كلها توقعات يعني أن احنا بالكتير قوي في سبتمبر نكون مخلصين للحاجة وبالتوصيات بتروح لمجلس الأمناء يرى ما يرى ثم يرسلها لسيادة الرئيس وسيادة الرئيس وعد أنه لو في حاجة جيدة تتنفذ سيتم إرسالها للحكومة للتنفيذ وإذا كان في حاجات تحتاج تعديلات تشريعية سيرسلها إلى الفرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لتعديلات التشريعية المطلوبة من وجودك داخل كواليس الحواري المجتمع شاف إيه أبرز الأضايا من الستة اللي هي المصارين أنا الحقيقة حصلت كذا حاجة بالنسبة لي ما كانش توقعات أكتر المخترحات جت في الثقافة والهوية الوطنية في الست حاجات يعني كنت توقع التعليم والصحة والعديتية دي تيجي أكتر حاجات لكن جت في الثقافة والهوية الوطنية فدي الاقترحات اللي جت لما صنفنا المئة وتمانين ألف مقترح ورائي اللي كانوا جون في الفترة اللي قبل إنعقاد في خوف وقلق على الهوية المصرية في خوف وقلق لكن أنا لما بدأنا نعمل جلسات الإعداد علشان نبدأ الجلسات الفعلية أنا شخصيا حسيت إن في لا ده في موضوع مهم اللي هي الأسرة والتماسك المجتمع والوراق اللي تقدمت عشان نقراها ونلخصها ونبتدي نحطها في نقطة نترحل المناخشة أنا حسيت إن أنا لا ده موضوع مهم قوي بس حسيت منين إنه موضوع مهم تأثير الدراما لأنه كنا لسه خارجي من رمضان كان فيه فيه مسلسل أنا ما شفتهش لكن جافر اللي عمد لا مسلسل بتاع منزك منزك تحت الوصائق تحت الوصائق ويبدو وأنا للأسف ما بتفرجش على الدراما قوي في رمضان يعني ويمكن كمان السنة اللي فاتت كان فيه مسلسل آخر للسيدان اللي كريم برضو كان برضو فيه بعض الأمور زي دي فكانت فيه حالة رأي عام إنه لأ ده فيه حاجات للأسرة في الأسرة لازم نقدر نعدلها وبتاق وخصوصا الناس حاسة إنه دي ممكن تتعدل بسرعة وتفرق على طول يمكن موضوع التعليم ياخد وقت شوية موضوع إنما فيه بعض الحاجات بتعدلات تشرعية أو بحلول ممكن التأثير هيبان بشكل وده مش جديد على فكرة يعني لو نشوف لها في أريد أحلا لسيدة فتن حمامة شقة من حق الزوجة لمحمود عبد العزيز فيه دايما إن تماشي الدراما أحيانا بتلقى الضوء بكسافة كلمة شرف فريد شاوي فأنا أصدي أنه يعني لها السبع الأولى ما تقتلتش فيه فأنا بحس بشكل أو آخر أنه الدراما بتقدر على الأقل تصير المناقشة والحوار وتشغيل الزهن في الرأي العام وتختلف القراءة وهو ده اللي يروح رايح للحوار علشان تشوف أحسن حاجة تقدر تعملها التوصيات مفروض بتنتهي أن حالتك كمنصق عام تجمع كل التوصيات من الست اللي كان هو طبعا ده المفروض بس يعني ممكن ما نعملهاش في وقت واحد لأن اللجنة اللي هتخلص التوصيات بتاعتها بتعدها في شكل كويس لأنه بعد الجلسات العامة أنا شايف أن كل السادة المقرر اللي جان طلبين هم عملوا ورش عمل صغيرة بقى من مجموعة خبراء بعد ما استمعنا إلى الأحزاب والطيرات السياسية وجمعيات يجي بقى خبير في قول وإيه منها اللي يقدر قبل التنفيذ وتحطي له موازنات معينة ويطابق الحالة المجتمعية ولا لأ لأن أنا وأنا في الحكومة كنت بشوف مثلا حاجة مهمة جدا ممكن كل الناس تشبقى شايفاها زي كسافة الطلاب في المدارس مفيش حد اللي عارف إن إحنا عندنا عدد كبير قوي من الطلاب داخل الفصل الواحد وعايزين نقلل الكسافة عشان نقلل الكسافة لازم نبني عدد أكبر من الفصول عشان تبني أكبر عدد عايز فلوس عايز فلوس وعايز مكان فلما نيجي وعايز تعيين في الحكومة بالزبط فلما تيجي تفكر مثلا في المكان تلاقي أكتر المحافظات ازدحاما ما فيهاش أماء ما فيهاش أرض الغربية والشرقية والمنوفية والكفر اللي هي في وسط الدلتا تيجي تدور على الظاهير الصحراوي بتاعها تلاقي على بعض مئة كيلو ومئة وخمسين كيلو واش تدر تلافظها فتلاقي حتى لو أنت عندك تقدر تبني معاك فلوس وعايز أرض مش هتلاقي الأرض حتى لو كمان قالوا لك ابني في الصحرا حتبني في الظاهير الصحراوي بس الثقافة المجتمعية مش هتخلي حد يودي بنته مسافة مئة كيلو ولا حاجة بعيد عن البيت معظم الناس بتبقى عايزة الأطفال حوالين البيوت أو بتقدر تروح بسهولة وترجع بسهولة فتلاقي أنه لازم تدرس الأول حاجة الفكرة هل فيه الموازنة بتاعتها ولا أقا هل المجتمع كمان يقبل هذه الفكرة الجديدة ولا أقا تبقى للظروف الموجودة فلازم تدرس من جميع النواحي هي مش مسألة واحد هيقول احنا عارفين عندنا مشكلة في الكسافة وعندنا مشكلة في حالة المدرس وعندنا مشكلة في المنى طبما ده هيترح في لجنة التعليم يقولك لابد من التوصية إنشاء 120 ألف في المدرسة أو فصل دراسي طبما الحكومة عارفة ده طبما الحكومة عارفة ده أنا النهاردة كان عندنا طبما إيه الإضافة اللي هيتضيفها للجنة أنا النهاردة شخصيا أنا كنت في الحكومة وكنت باسمع الكلام ده تقريبا فسامعك عضو مجلس وزراء تقريبا إسبوعيا وكنت بناقش وكنت بنفعل على أساس أن أنا مستعد أخش أشارك بمراكز الشباب خدوا المراكز الصبح عاملوها فصول دراسي أفكار أفكار واحد بيحاول بخار الإمكان زي أي دولة تعرضت في وقت من الأوقات لحرب لأي حاجة استخدمت بعض المنشآت صباحا لكذا وبالليل لكذا بتحصل يعني ساعات الواحد بيحاول يساعد حتى لو مش في مجاله لكن النهاردة كان معانا اللواء يوسري سالم رئيس هاية الأبناء التعليمين والحقيقة لأربع حاجات أنا شايفهم أنهم طبعا أنا مش خبير تعليم يعني لكن أنا شايفهم أنهم فيهم فكرة في حاجات كثيرة تابعة زي إيه زي مثلا حاجات كثيرة تابعة الأوقاف طبع لما تيجي نشوف الأوقاف دي والحجج ومش عارف إيه وبتعدي عندهم أراضي كثيرة بشكل كبير في بعض الأراضي ليقطعوا عامل أعمال طبع إنت لما تيجي النهاردة يبقى عندك شركة ولا مش عارف إيه والأرض بتاعتها بتعامل كذا طب والله ما ناخد جزء نعمله مداري يعني وإنت بتحول الأرض دي من قطاع أعمال عشان تباحها عشان تعمل أي حاجة دي برضو من الحاجات المهمة قال كل المطورين العقريين اللي بيعملوا عدد كبير جدا من الوحدات قال لك كل شقة المفروض تعمل لها طفل ونص يعني لو حيبني ألف شقة يبقى معمول أنه هو 1500 يبقى 1500 طفل يبقى لازم يعمل مدرسة أو مدارس لألف وخمسمائة طفل يشوف عدد الوحدات السكنية اللي بيعملها ويضرب في واحد ونص ويبقى إحنا عايزين مدارس تشيل العدد ده فلما تيجي تفكر أن أي واحد مطور بيعمل لما يكون في وسط المباني اللي بيعملها والأمارات وعدد الوحدات دي هيعمل مبنى مدرسة أو يعمل أي حاجة ودي تكون جزء من ال فهي أفكار موجودة تتدرس ويمكن دي مش هتحمل الدولة عبء كبير وزي ما بتاخد منه ترخيص وانت بيعمل الترخيص وكده لا هتعمل لي والله مدرسة متى عشرين فاصل تلاتين فاصل ودي بالنسبة له هتبقى كأنهم خمس شوء جداد أو عشر شوء جداد وعلى جزء من الأرض طبعا نعارف فيه كومباوند حاجة فخيرة قوي يمكن ما يقبلش كده لكن فيه حتة لكن ممكن يكون في حتة أخرى أو في مباني أخرى أو في مواقع أخرى زي ما بتعمل مثلا عدد من الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاقتصادي والعجاد دي كلها تعمل في كل مكان كذا بس حسب طبعا موقعها فأنا قصدي أنه فيه أفكار كتيرة لازم أروح لملف الصحة تفضل فانت هي أكثر القضايا اللي أسيرت في لجنة الصحة إحنا لسه بدأناش لسه الصحة إحنا النهاردة تاني يوم فوصلنا أربع أنا كده شفت التعليم التعليم والثقافة والهوية والأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية والتعليم والنهاردة كانت قضية الزيادة السكانية طب فيه الأسرة تناشت الأسرة تناشت أول مرة بتاعت الوصايا آه بس آه كان الموضوع اللي كمنصق عام يعني وليه الحوار المجتمع رأيك إيه في وضع الأسرة المصليات الوضع من حيث بقى إيه الانترنت شبكات التواصل الاجتماعي تفسخ فيه قال أب قاعد في حيق والابن قاعد في حيق وكله شات أو تشات طبعا هي في حالة مش بتاعتنا في حالة غريبة على المجتمع بتاعتنا مجتمعنا كمجتمع شرق في حالة اللي هو جدك وابوك وامراتك واماده قاعدين في بيت بالزبط إحنا يعني إحنا جيلنا كده مش شايف إن الكلام اللي بيحصل ده هو ده الطبيع إحنا إحنا عايشنا في جيل يعني إحنا آخر الأجيال اللي عاشت الأسرة فيها ريض وعايشة مع بعض تاكل مع بعض إنما كان كل التركيز وأنا قاعد بأسمع وفي الموضوع بتاع الوصاية ده إن فيه قوانين كتيرة اللي أخذت شوية من حق الأم أو حق الأب يعني لك الأم أكتر إنها كانت بتتكلم على أم يعني فيه حاجات معقولة من العشرينات والتلاتينات وقت ما كانت الأم صعب تنزل من البيت صعب نسبة الأمية في السيدات كبيرة جدا ملاش حق التصوير الوضع دلوقتي الوضع دلوقتي الوضع بس كده هم اللي بيشتغل هم اللي بييجوا هم اللي يسرفها فمثلا مثلا أنا بقول حركة أراء أنا مش عايز أعمل أي حاجة فضل يقولك الوصايا أسر وصايا لما الوالد يتوفى يتروح للجد حاجات دي مش هشوفها قوي يعني لكن كل اللي أنا عايز أقوله إنه المرأة تغيرت وتغيرت ثقافتها وظروفها وكده عن وقت ما أصيغت هذه القوانين في وقت سابق فيابد نهاردة لازم تتطور بعد تطور المرأة في عملها وثقافتها وانخراطها في المجتمع بشكل أو آخر يعني فأنا حاس نحن محتاجين فعلا تعديد هو كمقرر حوار ما بيبقى لكش حق المدخلة لا خالص انت فقط فقط بس تنسيق خالص يا جماعة تقول مثلا مش عايزين يعني يا ريت بتقولها برضو بطريقة يعني يا جماعة ما نزودش على الأربع دقايق دي حاجة ده اللي بيقولها مقرر لجنة لكنها ببقى يعني من كتر ما أنا خايف إن إحنا ما نعرفش نطلع بتوصيات فحاس إن إحنا يا جماعة كويس أو التشخيص الحالة يعني عارفينه أو مش هنبعت الحكومة تشخيص الحالة الحكومة عارفة أحسن من إنا تشخيص الحالة لكن إحنا هزين فكرة بقى نحل الموضوع ده إزاي بقى أنا كان أقصد إنك تنزل من على كرسي المنصق وتقعد وتقول من خلال خبرتك كوزير وحاضر إن الكلام ده منفع طب أنا أنا آسف اللي أقوله بقى طب ما هو أي شخص يقعد مكان حركه ويبقى منصق هو أنا جايب خالد عبدالعزيز لها عشان الخلفية الوزرية الثقافية السياسية يعني إنت قعدت في مجلس الوزراء سين فممكن تشرح للناس إن الأمور صعبة للأسباب التالي هي برضو في بقى لك مداخلة هي الفكرة برضو بتبقى إنت في إعدادك الجلسات مع كل السادة مقرر اللي جان فبتبقى محتاجة برضو نوع من إنك إزاي تقنحهم إن الموضوعات دي هي يمكن أهلا ممكن أنا مقرر اللجنة وشايف إن أهم حاجة شيء مهم جدا الدستور قال عليه بس لما جينا على الأرض الواقع بالضبط محتاج فلوس لحاجات تانية بالضبط لكن يا جماعة إحنا لما نجي نتكلم مثلا في التعليم والبحث العلمي البحث العلمي ده ممكن يبقى بعد بس التعليم ما قبل الجماعي فخلينا نبص على خدمات الصحية تبقى قبل مثلا ما نتكلم في التأمين الصحي بالشكل العام خلينا نوصل بس إزاي نحسن الخدمة الصحية فبتبقى محتاج حاجات تقنع بيها كل المقررين اللي موجودين وتهدي الدنيا شوية وتبقى يعني زي بفر كده أو يعني وسيط ما بين فيش تباكات طبيعي طبيعي اختلاف القراء وكل واحد عايز يعمل أحسن حاجة وكل واحد دي وجهة نظر لكن إحنا دايما بنحاول نقول لهم يا جماعة كويس قوي الاختلافات دي لو ما كانش في اختلاف ما كناش نعمل حوار إنما كل ما بشو اختلاف بقول لهم كويس قوي بقى كده الحوار بينجح بس أهم حاجة إن إحنا يبقى فيه احترام وأنا الحقيقة في حالة يعني مبسوط جدا إن الجميع محترم التوقيت والجميع محترم بعضه وما فيش الأعضاء بيبود دي تقريبا أعضاء لا يعني إحنا أنا عندي مقرر اللي هو رئيس اللجنة إنجاز التعبير مقرر محو المجتمعي ومساعد مقرر محو المجتمعي اللي هو أنا ومعين مقرر محو المساعد وفيه بقى لكل لجنة مقرر محو المساعد طيق وهم اللي بيدعوا أشخاص عامة هم اللي بيدعوا أشخاص ومجلس الأماناء يدعوا الأحزاب بتبعت الأسماء ويحصل توافق على مين اللي ييجي في بيحضر كم شخص تقريبا على المائدة الرئيسية أربعين تقريبا 35 أربعين يعني لا أنا بتكلم في اللجنة الوحدة لجنة التعليم أربعين واحد يحد من 35 إلى 40 ده غير اللي بيكلم من الصفوف الجماهير دول ده عادين على المائدة اللي أربعين دول سابتين طوال فترة الحوار ده دول بيبقى في الجلسة الصباحية الجلسة بتاعت بعد الظهر أربعين غيرهم في ملف التعليم في ملف التعليم في جلسة من التعليم مش التعليم كله طيب هنشرحها تاني طيب دلوقتي أدي لجنة التعليم أسميها لجنة لها رئيس ونائب صحيح ماشي هم عادين بيتحوروا مع كم واحد في ملف التعليم معاهم آية ترابيزة عاملة زي الحرف يو كده ماشي قاعد عليهم جنبهم وقدامهم كده حوالي أربعين واحد أربعين واحد دول ليهم حق التكلم كل واحد أربعين أربع دقائق أربع دقائق طيب كويسي كلما تعقد جلسة في التعليم بيحضر الأربعين دول أو غيرهم أو غيرهم آه غيرهم آه يعني أنا لو دعيت للتعليم مش معناه أن أنا كل مرة سأدعى لا أنا بقول رأيي الأربع دقائق وبمشي وبتفضل قاعد دقائق مع الجلسة تنتهي ما نعالي يعني أنا قاعدة الجلسة بعديها ممكن يقعد أربعين والناس دي ممكن تبقى قاعدة في صفوف الجمهير بتستمع للأربعين التانيين آه يعني قاعدة بنسمع آراء كثيرة على قد ما نقدر مش مختارين أربعين واحد فعلاء لا يعني دايماً بيتجدد طبعا لأن في ناس كتير قوي طالبة تيجي طبعا وده يسري في بقية كله محور الحوار ما يسري على أي محور هو ما يسري كذا التوقيت هو هو العدد هو هو طريقة المناقش أيهاية في مدونة للسلوك والحوار سابت على كله والحق يقال يعني أن الأستاذ دياء رشوان والمستشار محمود فوزي وعضاء مجلس الأمناء عمل شهور كبير يعني واحد وعضاء مجلس الأمناء بزلوا مجهود كبير جداً عشان يوصلوا لهذه الصيغة وأنا اللي ساعدني أكتر وليساعدني أكتر أنهم ملتزمين بها على نفسهم قبل أي حد فعشان كده يعني نقلوا هذا الالتزام لكل اللي بيحضروا تفتكر المحور الاقتصادي هو اللي يشغل الرأي العام دلوقتي بعيداً عن السياسة والاجتماع علشان الصروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار مية في المية فالناس ممكن تنتظر الناس دي هتعمل إيه أوك مية في المية أنا وأنا بركنا بعربيتي وأنا خارج من المبنى بتاع الحوار عشان أركب بعربيتي الناس بتاع الأمن اللي وقفين أسعار غالي أسعار غالي وقضي يحكي لك حاجات وده طبيعي أنت بتشوف على أول حاجة هتعمل يعني أول حاجة هتعملها إيه أنا هتطلع كم من جد كم من جد وأنا خارج من باب الحوار ده أول حاجة هتعملها هاركب مواصلحة فهو الراجل ده أول حاجة هتعملها هيركب المواصلحة يروح هو في طريق البيت هيشتري يعيش هيشتري أكل هيشتري كذا شروح لأولاده فهو بيحكي لك عن حياته اليومي المواصلات الأكل كذا كذا أول ما هيخلص الحتة ديت هيقولك التعليم بقى الأولاد المدرسة يعني ففي حاجات هيفكر بقى في البحث العلمي بس يعني ده بربح حاجة خمس حاجة هيفكر فيه المسرح والكلام وده شيء أنا يعني واحد مهتم جدا حلو لكن اللي هو ترتيب الأولويات الأكل والشرب وعلى فكرة الرسالة الرئيس وتوجيه الرئيس هو أولويات العمل الوطني الشباب مهتم بالضبن وطبعا موضوعات كتيره أو جوا الشباب إذا كنتم التكلم على اتحادات الطليبية لهها جوا الشباب دعم ريية الأعمال مهاجه لها شباب مركز الشباب مركز الشباب ده جوا الشباب الزوي الأع каче فأنت حتلاقي التوظيف البطالة المعاشات مش عندك في المحور الاقتصاد في المحور الاقتصاد هالجب هزت لهم للجنة الخبراء اللي تعرضوا على التوصيات والذي مجلس الأماناء مجلس الأماناء حقيقة تشكيله متوازن جدا وفيهم بقى ناس من مراكز البحوث الاستراتيجية وأساس الجامعات وزراء السابقين يعني الحقيقة يعني بيجمع هو أنت أمام بنك أفكار بنك أفكار وإيديولوجيات مختلفة وتوجهات سياسية مختلفة ما دي سنة الحياة في أي مجتمع ما تسخل يعني بقول حضرتك يعني يعني يمكن الناس لسه ما عندهش ثقة قوي في ما يتم لكن يقول حراجة بصراحة شديدة ما يحدث الآن أعلى كثيرا من توقعاتنا كلنا أتمنى بقى أنه فعلا الناس تحس أن في حاجات وأنا بقول لهم دايما في كل في المحور المجتمع إحنا لو طلعنا بتلات أربع حاجات اتغيرت في المجتمع يكفل المناسب تلات أربع من هنا و تلات أربع من المحور الاقتصادي والسيازي 12 توصية قوية بس بيغلب على حاجات اللي إذا كده مهندس قليد وأنا حضرت وشاركت فيها كتير أن أحيانا بعضها بتحاول لمكلمة لجذب الانتباه والصوت والشهرة هل أنت بتعرف بتحاول والأربع دقيقة بتعمل بس كل واحد فينا جوا نزعته الشخصية وكل واحد فينا عنده طموحه الشخصي وعنده كذا فلازم برضه يعني توسع حتة كده لحد نبشر برضو بالضبط يعني وتتدي له وضعه وخلي بقى لك الجلسة مزاعة على الهواء الصوت وصورة وبتتعاد كذا مرة وبعدين الناس كتير كلهم برلمانيين برضو أحزاب وكده فهو برضو بيأمل أنه فيهم الأيام يبقى نائب في البرلمان لو هو مش نائب أو الدايرة بتاعته بتتفرج عليه وتشوفه فعايز يوريه ففيه برضو حاجات يعني كتير كجماهير كجماهير أو ممثلي أحزاب خلي بالحراتك البرلمان كله ممثلي أحزاب يعني حزب مستقبل وطن حزب أغلبية لك في حزب شعب بيجوا يعودوا من الاربعين واحد من الاربعين أو في الاتنينة لأن كل حزب بيبعت مثلا مجموعة الخبراء بتقفل في الموضوع ده بيحط حد اللي هو من المتحدثين الأصليين وبيحط حد في المناقشة من هذا وبيحصل في كل جلسة على الأقل من الحضرين على الترابيزة واللي عاديين مش أقل من 25-30 نائب في البرلماني من اللي بيدعو الاربعين شخص حضرتك ولا لا مجلس الأمناء مجلس الأمناء عمل قايمة أصلا أنت جاء لك عدد كبير جدا فالعدد الكبير ده أنت عايز توزعه بالقدر الإمكان ما تجيبش في يوم أربعين واحد حزب الأحزاب أو في يوم أربعين عايز تعمل كوكتيل خبير مع واحد سياسي صحيح عشان يسمعه بعض ده دي الاحترافية الاحترافية وبعدين لازل تعمل توازنات فيه الأحزاب ديات وأحزاب يمينية وأحزاب يسرية وأحزاب عيز تعمل ومجلس الأمناء تشكيله بنفس الطريقة فمجلس الأمناء بيبص في الكلام ده ويضمن أن التشكيل متعادل عشان ما تغلبش رأي على رأي يعني تسمع الرأي والرأي المضاد ما تسمعش اتجاه واحد بس فهي لحد كبير يعني أنا شايف أنه وبعدين فيه شباب كتير بيجي وشباب الحقيقة يعني متعلم كويس وليه رأي كويس وعنده انفعال وحماس كويس تعال سألك السياسي ينجح الحوار الوطني والشرع يقول ده نجح إذا إذا صدرت أي قرارات مست المواطن شخصيا إذا حاسب أي حاجة مسته شخصيا ودي جاي من الحوار الوطني هيبقى نجح لكن هتكلم في كلام عادي اللي يمس المواطن المواطن حاجة في الأسعار حاجة في المواصلات بتاعته حاجة في تعليم أولاده حاجة في صحته يعني في حاجات أساسية تعليم والثقافة الثقافة قد يشعر الناس أن الثقافة مش مهمة أو لكن إنما الإعلام خمسينات وستينات وسبعينيات القرن الماضي كلها ثقافة الإعلام والدرامة يهم الناس الناس حتى لو تعبان أو يجي مرحق والحاجة غالية كل حاجة لو قاعدة يحب يتفرج على مسلسل يتفرج على الحاجة هو تحت الوصاية كان فيه آسف عري ولا ألفاظ ولا حاجة لا أبدا ده مينايش عضية والناس تفعلت معاه فبقول لحررتك يعني ممكن قال واحد ما يشعرش بجده الرياضة الرياضة مهمة جدا وبتخلي الناس تخرج من عندها وممكن يبقى قاعد بعد كده يراجع وعمل كل حسابنا على الحاجة هتفرج على ماتش والحمد لله تتفرج على كرة؟ هتفرج على كرة كتير طبعا بحكم المهنة وحكم الوقت اللي كنتم موجود فيه في الوزارة وحكم صلاطي بمديري الفنيين ولعبين شايف كرة أيدي الوقت في مصر والله شايف الكرة في مصر مش في أحسن حالتها لكن حتى تحسن إن شاء الله يعني شايفها يعني بروميسين كزي بيقول يعني شايف فيه أمل كويس المدير الفني الجاي جديد للمنتخب أنا والناس واثق فيها عندنا مجموعة من اللعبين كويسة موسفي عندنا لعيب النهاردة في مستوى كويس فيهم قرعتنا في كاس العالم إن شاء الله هتبقى سهلة فأنا شايف إن إحنا عندنا أمال كبيرة يعني في الخلال الخمسة سنين الجاي إن الأمور تتحسن ومنتخب بتاعنا يعني يوصل كاس عالم ويحقق حقا كويسة أفرق اللي أهل هيعمل إيه في النهاية أتمنى إن شاء الله أن يفوز بإذن الله تتوقع؟ أتوقع إن شاء الله كل الرأيك في إيه؟ ممتاز مدير الفني ممتاز وسبب اللي هو بقول علي برضو مدير الفني اللي منتخب مصر الممتاز هو ده السبب كولر لما جاه ما ألفش أنتو بتلعبوا إزاي وإلعبوا فادر يلعب بنفس الطريقة اللي الأهل بيلعب فيها ما جابش بكرايت لعبه في النص ولا جاب بستوبر حطه بونجرايت ولا جاب مش ما عملش كلام ده إلعبوا بنفس الطريقة الأربعة اللي عندوكوا بيلعبوا بستوبرات هم الأربعة ده هيلعب ماتشو ده ماتشو الاتنين البكين هيلعبوا التلاتة اللي في النص هم هم اللي وجاء الجنعي إنما رفع مستوى الولاد وإدى ثقة لأي حد كله حياله لأهل بقى عندو الوقت أكتر منعشين اللي أحس ده اللي عامل روي فيتوريا ما عملش زي كيروش أنا ما كنتش عاجبني كيروش لقابل روي فيتوريا جاب ده هنا وجاب من هنا وفهمنا وجهة نظره يعني إن انتو ما كنتوش واخدين بالك وده أنا جبت لعيب اسمه وش عارف ايه منين وجهت لعيب اسمه إيه منش هكترونش عمل كده عمل كده إنما أنا مش ضد كده أبدا بس ضد الأول ده إلعب بالتي من اللي موجود ما تعتبرش الناس اللي كانت قابليك ما بتفهمش خالص وإنت اللي جاتف إلعب بالتي من اللي موجود وبتري يغير سنة 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 حط شروطك حط رؤية تاك حط الكلام ده بس سنة سنة ما تحسسش الناس كده فاللي حصل في الزمالك الحقيقة إنه الراجل اللي جيه ممكن يكون أحسن مدرب ما عرفوش لكن أول ما جيه لا 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 استنى بقى دا دا يروح هنا ودا يروح هنا ودا يروح هنا لخبط الولاد ولخبط الفرقة فأول حاجة ما لا الولاد بقى عندهم ثقة ولا هو الناس وثقة فيه هو شخصيا يعني ودي نقطة من وجهة نظري مش حصافة من المدير الفني إنه يبتدي بيها المتشد هوري معك انتهى سعيد ومستمتع يعني المهندس والسياسي والنقض الفني والرياضي والرياضي والذي دل طريقه إلى الصحافة بشكرك شكرا جزيلا مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب الرياضة السابق مقرر للحوار البجتمعي في جلسات الحوار الوطن شكرا جزيلا شكرا يا فند حلقة انتهت معاكم كل الخير لكم بكرة حلقة جديدة إن شاء الله من المصر فند استنونا 8 مساء سلام عليكم اشتركوا في القناة